تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي وقد تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 537 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 338 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تمضبط أكثر من 90 طن وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط أكثر من 219 طن وفي مجال البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أكثر من 3 أطنان وفي مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمن تحديد تسليح وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 341 قضية من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و60 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت 125 طن